طلبة وطالبات الثانوية العامة يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ، الجغرافية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي تمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء اشتركوا في القناة أعزائي طالبات وطالبات السنوية العامة أهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء الحلقة رقم 56 صباح الخير على كل طلبنا الأعزاء صباح الخير على كل مدرسي اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي إحنا كالعادة مستنين كل ملحظتهم حتى نرتفي بالبرنامج وندنو من الكمال النهاردة يكون معنا حلقة خاصة وهي أو مراجعة على الدرس أو الوحدة الأولى بالنسبة للغة الفرنسية للسنوية العامة وهيكون في ضيافتنا أحد خبراء مدرسي اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية ميسيو محمد الطرس صباح الخير يا مستر صباح الخير محمد الويشي صباح الخير يا ميسيو صباح الخير يا مستر حمد بارك عمليين بارك عمليين بارك عمليين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله الأستاذ الأفضل هيراجعونا النهاردة الوحدة الأولى بالتفصيل مجمعين كامل بير جدا من الأسئلة سبق اختياري أو على مكررة على المنهج اللغة الفرنسية في الوحدة الأولى وهنشوف مع بعض بس قبل ما نبدأ المراجعة بتاعتنا فيه تنويح وما حابين يقولوه بالنسبة لكتاب مدرس على الهواء اللي هو قريدي دلوقتي افيرابل أو متاح لكل الطلب على المستوى الجمهورية نشوف مع بستر محمد عزيولين بسم الله الرحمن الرحيم بنوجه التحيال كل أبناء طلب الطلبات اللغة للسلوية العامة ومدرسية ومدرسات اللغة الفرنسية على مستوى مصر بالنسبة لكتاب مدرس على الهواء الكتاب يشمل معظم الأفكار الجديدة أو الخاصة بالأسئلة بتاعت النظام الجديد سواء كانت الأسئلة الاختيارية على الجرامير أو على أسئلة المواقف بأفكار مختلفة بأفكار أكثر شمولة للمنهج والأجزاء المنهج والأفكار المختلفة في الأسئلة سواء كانت بيعتمد على حفظ الكلمات أو على التركيز على الجرامير سواء كانت في المواقف أو في أسئلة الجرامير لازم تكون فاهم كل الجوانب بتاعة القعدة والأسئلة بتلف حوالي القعدة من كذا اتجاه عشان نكون الطالب متمكن لأن مستوى الامتحان السنة دي يكون مختلف عن مستوى الامتحان في السنين اللي فاتت وده بيتطلب أن نكون متمرسين أكتر في الأسئلة ومتمرسين أكتر في القعدة ومعرفة للكلمات وده بيتناوله كتاب مدرس على الهوى في كل المواد مش بس اللغة الفرنسية وإن شاء الله بإذن الله تستفيدوا منه وبالتوفيق وإن شاء الله لكل طالب الطالبات السوال عم اسيو محمد الويشي حاببتول يعني الكتاب وبالنسبة للأفكار اللي انت عرضها بالنسبة للمدى العلماء الكتاب فيه طلبة كتيرة سألوني على الكتاب إزاي وصله إزاي يا عرب أوصل الكتاب وإن أنا أشتريه وكده لأنه قلت لهم ستطلبوا مننا أسئلة فقلت لهم كتاب مدرس على الهوى فيه جميع الأفكار اللي انت ممكن تتخيلها بالذات المبنية على النظام الجديد اللي مقلفها كوكبة من المدرسين المتمرسين جدا من المادة المجمع المواد بصراحة يعني أنا مادتي الفرنساوي الأسئلة اللي فيها محتاجة طالب فاهم محتاجة طالب حافظ كلمات ده أكيد مبنية على ترجمة المواقف مبنية على حل كلمة ترجمة كلمة فدايما أي مادة علمية في الدنيا بتقع مبنية على الحفظ ومبنية على الفهم الاتنين فلازم حفظ الكلمات عشان تعرف تحل المواقف في نفس الوقت الجهامح مبنية أيضا على أفكار العالية اللي هي بتخاطب النظام الجديد النظام الجديد كله يعني هيبقى بلعب على حتة الأفكار مش اللي متحاني جي سأله بسيط فبصراحة كتاب مدرس على هوا ملم جدا بالموضوع ده جميل جدا طبعا منحب قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا المراجعة مع أستاذتنا الأفواض اللي بنحب النوع هن الكتاب بتاعنا عبارة عن كتابين فيه كتاب خاص بالمواد الأدبية وهو طبعا بيشمل اللغيات كلها مثلا إنجليزي عربي فرنساوي إيطالي ألماني بالإضافة للمواد الأدبية اللي هي تاريخ جغرافيا علم نفسه واجتماع فلسفة ومنطق ده بالنسبة لكتاب الخاص بالمواد الأدبية كل ده في كتاب واحد كتاب المواد العلمية وده بيحتوي على الخمس اللغيات برضو اللي هو إنجليزي عربي فرنساوي إيطالي ألماني أوكي بالإضافة للمواد العلمية اللي هي فيزيا كيميا أحياء جيولوجيا والرياضيات تمام؟ طبعا كل كتاب فيه كتاب خاص بالمواد العلمية فيه كل المواد اللي احنا قلناها وكتاب خاص بالمواد الأدبية وطبعا الحصول على الكتاب يكون من خلال مؤلف الكتاب إنه هم يعتبر من أماكن مختلفة من على مستوى الجمهورية أو التواصل مع الرقم الخاص اللي هو بيظهر عندكم في الإعلام في البرومو ده دي الطريقة الوحدة للحصول على الكتاب وتمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح دايما اللي طلبنا العزائي نبدأ الحلقة بتاعتنا مع ميسيو محمد الويشي ونشوف مع بعض يالية المخرج الجميل بتاعنا يجب لنا الصفحة رقم واحد طبعا هو غالبية الأسئلة هتبقى عالية محتاجة طالب فاهم فالسؤال هيتحل بالأول عن طريق الاستبعاد دايما نحاول تستبعد للإجابات تبقى فاهم هتستبعد إجابتين على القلب وباقي تبدأ تختار لأن الموضوع هيبقى فيه شغل يعني احنا مش جايين نقول أسئلة سهلة ونضيع وقت اللي عايزين الناس تستفادوا أكتر مبدئين كده أول جملة عندنا هنا يبدئين كده جماعة الضمير أون في الملكية بياخد حالتين هي بياخد صن ساسي هي بياخد نوتر نون ولكن الضمير أون ياخد نوتر نون في حالة واحدة بس إذا كان عايد على ضمير قبله أو حتى اسم جامعة زي علي موا هنا بيديني النون قبلها أون كضمير تأكيدي فبالتالي الأون بتاخد هنا نوتر نون وكلمة مذكرة يبقى هستخدم نوتر طبعا مش هينفع أستخدم صن لأن هنا الأون عايدة على الجامعة بتسوي نون فبتتخدم نوتر نون تاني جملة ماما سا طبعا جامعة الأب والأم والعائلة لا تعامل معاملة تلحترام دي معلوم هم جدا لإننا حنا بديدرس المنج عندنا أو اللغة بشكل عام فيه تلت مستويات المستوى درج ومستوى عمي ومستوى اللي هو بيزميز اللغة العربية الفصحة عندنا إحنا طبعا اسمه نادي أو الشلة بتاعت المراقين ده اسمي اللغة كلوبا دو فبالتالي بندرس المستوى الثاني والثالث اللي هو الأسهل اللي هي لغة الشباب فهنا الأم والأب لا تعامل معاملة تلحترام فعند هنا ماما سا ساتو دي دالي أو سينيما لو ما ينفعش خلي بالك دي معلومة بغلط فيه كتير أوي هناك بعض الأشخاص يخطف في سردها زيب معلومة المنج القديم كان الأب والأم كان ممكن يقفع احترام أو خلط ما كانش صريح لكن ملك الجديد أصبح الأب والأم وذلك في كتاب المدرسة صفحة سبعة وصفحة خمسة واربعين في كتاب المدرسة يذكر فيها جملة بابا خد أول شارع مش حضرتك خل فبالتالي الإجابة كده هتبقى ساتو دي ببدئين كده فيه معلومة بتقول أفعال الميول لا تتبع أي قاعدة فهي بتاخد أدوات معرفة ولكن في وجود فعل جاي بعدها زي فارب جوي في الحالة دي باخد على الفعل التاني المصدري اللي عين هو بقفل الأساسي بتاع الجملة فبالتالي بستخدم هنا ألا مش لا لو أنا قلت جم لا بتانك لكن جم جوي ألا بتانك بعد كده الضمير كي بمعنى من يسأل عن العاقل يصرف مثل إيه بيساوي الإلف تصريف فطبعا الإلف ياخد إيه الفعل مصرف أخر إيه فعندك ouvre ferm son am يا مسيوه هنا كله آخر إيه أقول لك ولكن في فعل فيهم هيترجم صح والباقي غلط لو أنا قلت qui ouvre à la porte من بيفتح على الباب طبعا مش مشيا qui ferm à la porte من بيقفل على الباب طبعا غلط qui am à la porte من بيحب على الباب طبعا ما لاش معنى لكن qui son à la porte من بيرن الفعل ده يا جماعة في الفرنسيوي بياخد حرف كما يذكر في إيه في كتاة العثيقة بتاعت كتاب المدرسة مبدئين كده إذا باتفقنا إن الضمائر المفعول الغير مباشر بيتيجي مع العاكل ولكن يا جماعة الفرنسيين عندهم الحيوانات تعامل معاملة العاكل فعند هنا لوشيين ما ينفعشي أستخدم ضمير غير عاكل في الحالة دي أنا عندي لوشيين ده المفروض إن هو غير عاكل لكن الفرنسيين بيعملون إن هو عاكل أنا أعطي أعطي إيه أعطي إلى الكلب بغض النظر إن المفعول هنا مفعول غير مباشر غير عاكل كعربي ولكنه بالفرنسيوي الكلاب وكذلك القضة والحيوانات كلها بتعامل معاملة العاكل فكلمة لوشيين المفرد طبعا مذكر بعوض عنه بالضمير اللوي تمام شوف مع بعض الصفحة رقم اثنين ومسيو محمد الطرس فضر المسيو أول سؤالة عندنا بيقول لك كل نقط أم ت جو سبا كورس اكتيبيتي هنا كلمة كل نقولنا فيه أربع أشكال لكل كل كل وكل مفرد مذكر مفرد مؤنس جمع مذكر جمع مؤنس هنا كلمة كل جمع المؤنس يبقى أختار كلمة اكتيبيتي الأخيرة عشان دي كلمة الوحيدة لجمع مؤنس تبقى كال اكتيبيتي أم ت نقطة اللي بعدها point تُو نام پا لابوكس كي بوركوا كو كوا هنا بيقول لي تُو نام پا لابوكس أول حاجة في الرقم عندي كي ما ينفعش أسأل بكي لأن كي تسأل عن فاعل وعندي ضميق تُو في الجملة كو كوا بتسأل عن مفعول وعندي كلمة لابوكس مفعول في الجملة يبا سؤال پوركو تُو نام پا لابوكس لماذا لا تحب البوكس وعندي بعدها vous بريطيكي ننتيّ وعندي اللي بعدها تبا يبا بريطيكي اللي بعدها يل سؤال جو وعندي كي لوا شو مفع هنا عندها عايز ضمير شخصي ل والأبستغاف والوي بغبا عنديكي من الأفعال اللي بيجوارها حرف الجار هي أكسان يبقى المفعول بتاعها مفعول غير مباشر إلصان عايدة على جمع بأخطار ل يبقى إلصان بردو جوفي ل أنديكي لشومن وما اللي بعدها سيصان مي مجازين خلي بالك فقر بين كلمة مجازين وكلمة مجازا مجازين بالزاد مجالات لكن مجازا بالأس محلات هنا كلمة مجازين بلوريال مسكولا جمع مذكر عندي بريفري 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 فقرنا رقم A و B و C و D هنا أنا عايز كلمة جمع مذكر هختار نمرو D هتبقى سيصان مي مجازين بريفري سي فيني ثلاثة يمين نشوف مع بعض بيتجي نمبرس في صفحة رقم ثلاثة صفحة رقم ثلاثة بابا حتى في الأمر يا جماعة برضو الشجع عليها تعامل لا تعامل معاملة الاحترام سواء هنا جماعة بابا ده أنت زي يا زي ياد زي سورة زي روان زي أي اسم فبابا ده ما فيش فيه احترام فبالتالي منفعش طبعا الأمر مع التو هو الأمر اللي آخره E أو S من غير ما تكون قبلها E أو A مبدأين كده أنا عايز الأمر مع التو طبعا عشان تبقى أمر مع التو كنت بحث في ال S طب أمر مع الجمع أو زيد خلي بالك لو أنت ما تعرفش أن الأب لا يعمل معاملة الاحترام وتختار النمر رقم بي وده غلط لكن دون ما فيش أمر آخر وطيه طبعا يبقى أكيد دون آخر واحد طب جينبو كو اتفقنا أن أفعال الميول تاخد أدوات معرفة دايما ولا تتأثر بظروف الكمية أو حتى النفي فهنا جينبو كو طبعا أفعال الميول أدوات معرفة يبقى ما فيش غير إجابة رقم واحد كمة فوتبال بالرغم أن رقم سي ورقم دي الكلمة مذكرة ولكن الفرق أن عندي هنا أفعال الميول جام لازم أختار أدوات معرفة على طول ما فيش فاكلات لا تتأثر ولا بالنفي ولا بظروف الكمية المثال اللي بعده ده ذكر في كتاب المدرسة بالنص مهم جدا كاسكو تفا ماذا أنت تمارس ديو سباغ مبدئان الطالب بالشبه أو حتى باللي تشرح هيختار أول نقطة ليه؟ لأن كلمة سباغ مذكرة وفاغ بفاغ يستخدم عند الحديث عن الرياضات اللي بمارسها باستمرار فبالتالي الطبيعة أختار إيه؟ ديو ولكن ماذا أنت تمارس رياضة ولا كرياضة طبعا أكيد المعنى هنا بلعب دور كاسكو تفا كوم سباغ ولكن لو حزفت في الأول كده الكابوسطوف دي هتبقى أسك هل إذن في الحالة دي هتبقى أسكو تفا كوم سباغ ولكن كاسكو تفا كوم سباغ تمام طيب معناها حكم أو معناها حكمة لأن المفروض الاسم لو أخر إيه بيمشي للمذكر والمؤنس تمام طيب هنا عندك أخبيط طيب يا مسيو أنا هنا مش عارف هي أخبيط المفروض هي مذكرة ولا مؤنسة حتى الصفة سيو بتمشي للمذكر والمؤنس قال لك هنا هي تكون عادلة إذن هنا بيتكلم على مين بيتكلم على حكمة مش حكم طيب طالما المؤنس عندي اختار بقى إيه س لأ دي بتاعت المذكر س بتاعت المذكر المبدو بحرف متحرك ويكون مفرد طبعا وسبس تخاف الأخيرة دي يا جماعة بتيجي مع عشان أكون أسلوب التقديم اللي خدناه في قولة سنوي في الدرس الثاني إنه يكون طيب يبقى أكيد الإجابة هنا هتبقى المفروض المؤنسة لأن المفروض المعناها حكم أو حكم أو إحنا اتفقنا هنا إن عندي ألف جملة فبيتحال دي هستخدم سات المؤنسة طبعا هنا طالب يقول لي يا ميسي سؤال شكله غريب طبعا الجو دا لجماعة السجاة دا الفاعل ولكن دا المفعول بتاع الجملة أنا بتعامل دايما يا جماعة ع الضمير الأول يجيلي هتعامل ع الضمير يجيلي مثلا هتعامل على اللي في الأولاني ألا بهالي هتعامل ع النو الأولاني لكن لو فصل بينهم بفصلة أنا هتعامل على الضمير الثاني ففي الحالة دي المفروض الجو بتاخد والفو بتاخد الاختيار الثاني أزاد ولكن زي ما هتعامل على الضمير الأولاني فبتعامل على الجو بتاخد إيه أ وتبقى الإجابة أول واحدة جميل شوف بيديو نمبر فور صفحة ركما أربعة مع ميسيو محمد طرنس فضل سؤال الأول بيقول لك نقط كمان كمان كم هنا هي بقى دات الاستفام كمان كيف تجد الكانيونينج أو إيه رأيك في الكانيونينج ودع طبق طريقة من طرق الاقتراح أو السؤال عن الرأي فهقول كمان 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 جميل بعدها نقط ان سنتران تولي جور بور جاني الكان تبقى تبقى ولا نو ولا أز ولا إيلا فكاس هنا عندي الضمير وانا بأكد دونها اللي بعدها سي مو مونيطار دي سكي جنوات أم بوكو لو ولا الابستغاف لور هنا أنا عايز أعوض عن كلمة مونيطار مدربي مونيطار قبلها مو والمو من صفات الملكية يبقى تحقق الشرط التعنوع الأول من الضمائر الشخصية اللي هو صفة ملكية كلمة مونيطار مفهر مذكر فهذا عوض عنه بلو بس لما جيت أحطوا قبل الفعل يتأم أولو حرف الأ يبقى حط الابستغاف يبقى سي مو من يطار دي سكي جنو لام بوكو بمالي بعدها هنا عندي كلمة بمعنى الصحة دي كلمة مؤنسة اختار نملك بان لين دي كلمة مفرد مؤنس بمالي بعدها مان نقاط دو كي تسعر في جو براتيك بريفريت هنا عندي الأفعال الرياضية عندي فر و جو براتيك بريفريت عندي كلمة كي تسعر خلت في الأدوات دو أفتكر بقى تاني ان كان فر بفر بياخد الدوهات جو كان بياخد القوهات براتيك و امي و اضغير بريفريت دست كان بتاخد اللوهات يبقى عندي دو من الدوهات يبقى اختار فر بفر تبقى من الدوهات في دو كي تسعر اللوهو الاختيار الأول جميل جدا تشوف مع بعض بيج نوبار فاي في الصفحة رقم خمسة مع ميسيو محمد الويش تفضل يا ميسيو مبدأيا كده الجملة بتقول لالوت اي دي سبار فيولان الملاكمة اي او المصارع عاسف اي المفروض المصارع اي انا عايزك تحل لو هتحل بالشبه هتغلط اتفقنا للأفكار عليا لو انت بتقول لالوت مؤنسة فبالتالي طبيعي ناستخدم ولكن تخلي بالك ازاي تسألني السؤال الصح ازاي ميسيو الان اللي تستخدم للمفرد المذكر وي ادي بيجو ربع ازاي هي اي مفروض اي اسم في الفرنساوي يصبق بان لو كان مذكر ويصبق بدي لو كان جامع هنا مش معناها دي كلمة لالوت ده المفروض ان هو مطب يعني انت لو بصت له هتغلط ده فاخليك لكن هو معفروض اللي لالوت اي دي سبار الرياضات واحد من اي الرياضات ازا انا بالتالي بختار الصفة على كلمة اي او بختار اي ده على كلمة اي على كلمة اللي جاي بعدها الرياضات لو قلت مثلا الفرنسي الفرنساوي اي اون بالرغم ان الفرنساوي اللغات كلها متكر لفرنسي اي يكون لان كلمة ما هو الناس هستخدم لما اقول برضو لون مفرد مسكر واحد من اي واحد من الالوان فبالتالي تخلي بالك او لما تجي تختارها بعد دي بتعمل اي بتبص على اللي ورد دي على طول لان هو ده ده الشكل الاهم ودي الكلمة الاهم في الاي في السؤال نفسه طيب نيجي بعد كده على كلمة اتلايت معناها بطل رياضي طيب هي مفروض بطل رياضي واخيرها اي تبقى بطل رياضية دايما الشخصيات تعمل كده الاسم لو اخر اي بيمشي للاتنين زي فوتوغراف كمها وزي حتى عندك اختيست فنان وهكذا فهنا كلمة اتلايت بطل رياضي جولاتخوف سيبار انا اجد هايا هنا ايه عندك مفعول مباشر مفرد مؤنس فبالتالي عيد على مين يبقى اذا الاتلايت دي معوض عرفني ان كلمة اتلايت بطل مش بطل من كلمة ايه لا تخوف الضمير الشخص اللي معوض على المفعول فبالتالي دي كلمة بطلة اوتوماتيك كلمة بطلة المفروض بس تخدم اتلايت المؤنس وقلناها قبل كده اللي هي ايه تالت واحدة سي طيب بعد كده ما تكررش الجملة ليه هو بيسألني اولا على ايه عدد الاستفهام طيب هنا انا عندي فعل في الجملة عندي او او ايه او او ايه حاجة من اشكال هتقول لي يا ميسيو كيفة صح لا كيفة بالفرانساولي سيني يعدد السجاء فاعل كما وكذلك معنى متى هو يمارس فطبعا ما ينفرش انت لو عندي فعل في الجملة هبعد عن الكي ما عنديش فعل في الجملة اختار الكي على طول زمهاية موجودة عندك في السؤال ده كلمة بسكيت طبعا يا جماعة كل ما يلبس في القدم جامعة مؤنس معادة الشصون ودي كلمة زاكرتها بعض الكتب الخارجية ولكنها مش في مارك عندنا عاصل طيب دلوقتي عندنا معناها الحزاء الرياضي انت تري طيب هنا المفروض لو انت حلبس شبه هتختار اول واحدة ليه كال ولكن يا جماعة الحزاء الرياضي كلمة مؤنسة فالطبيعي كان يبقى عندي كال باتنين امال عندي ايه اختار طبعا لان المفروض كان يجي بعدها فعلا اسم جامعة كما عدد الحزاء الرياضية اللي انت عايز اخر حاجة طبعا يا جماعة كان الفعال الوحيد في الافعال اللي عندك كلها بالكامل في الرياضات الليزي يتأثر بالنفي او ظروف الكمية فطالما انا لقيت ما قداميش غير ارجع الادوات اللي اصلها ارجع فبالتالي عندنا لقيت يبقى مليون في المية يعني اختياري رقم ا يعني اختياري رقم طيب كنا خدنا ثلاث رياضات تبدأ بحرف ساكن حد فاكرهم بيعاملوا معاملة الساكن لانا جماعة حرف الاش في الفرنساوي مش متحرك اسمه نص ساكن او نص متحرك عندنا كلمات كتيرة في المملك حوالي عشر اتنشر كلمة فالحروف دي بتعامل معاملة الحروف الساكنة منها الدول ومنها الكلمات الحيوانات وغيره طيب مبدأين كده انا نفيت هعمل ايه هحول لدو او ده بصطخاف كيمة يوجا والاندبال اللي هي الهيندبول والاي والوكي الثلاث رياضات دول تبدأ بحرف ساكن وليس متحرك فالطبيعي كنت اختار ده بصطخاف ولكن انا اختار ده لان الاي الواي بالانجليش تبدأ بحرف ساكن تعمل معاملة الساكن فازيكيلا يعمل جدا بس محرمان تنتقل الصفحة رقم بيجي نوبور سيكس مع ميسيو محمد التراصل فضل يا ميسيو النقطة الاولى بيقول نقطة ايكيب تو انكوراج طبعا احنا عارفين كلمة ايكيب معناها فريق انكوراج وشجع بولك ايكيب تو انكوراج فريق انت تشجع كل 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 هنا دلوقتي انا عارف ان يتوقف نوع كل على الكلمة اللي بتسأل عنها كلمة ايكيب بمعنى فريق هي كلمة مؤنسة فهاختار كل الاولى يبقى كالكيب اي فريق تو انكوراج انت تشجع نقومنا لبعدها لس كريم جونو اتروف سانبا لو لا الابسغاف لي وهنا هنقف ثاني انا عندي كلمة المبارزة كلمة بمعنى لطيف دي تمشي مذكر وتمشي مؤنس لان اذا ما احنا اخدنا في قولة سانوي في الدرس التالت في الوحدة الاولى السمات الشخصية كنا مقول كلمة اختصار بتاع كلمة دي تمشي مذكر وتمشي مؤنس هنا هارجع لكلمة لس كريم لاندي اللي هتطبق على انطبق عليها الصفة يبقى لس كريم جونو اتروف سانبا وانا عارف ان كلمة لس كريم كلمة مؤنسة يبقى لس كريم جونو اتروف سانبا يبقى الاختيار نمرو ب سؤال اللي بعده نقط انترينوز اي اكتيف كلمة انترينوز مدربة اي اكتيف تكون نشيطة طبعا انا عندي كلمة انترينوز كلمة مؤنسة جالد الملحوظة الوحيدة في صفاتي الملكية كلمة نقول لها الصفة مفرد مؤنس بادئ بحرف متحرك كنت بادئ للماء والطا والصا بختار ماء والطا وصا يبقى هنا هختار نقم ا اللي هي ماء تبقى مانترينوز اي اكتيف الجملة اللي بعدها نو نقط براتيك لا ناتاسيان ايل نو اول اينا انا عندي هنا الضمير نو وانا بأكد عن نو بنو طب لو اخترت الاختيار رقم بنو هبص على الفعل براتيك واخد او طب هو انا ينفع احط او مع النو مع الضمير نو بفعل المجموعة اولى في المضارع لا لان انا مع النو بحط او ان اسفل المجموعة الاولى فانا هرجع للضمير مين اللي بيساوي مين اللي بنأكد عليه بنو ويساوي في التصريف ال تمام هو الضمير ا والاختيار المرور س جملة اللي بعدها نقاط كومانس لانتريمان كومانس بمعنى يبدأ وده من افعال المجموعة الاولى لانتريمان كلمة بالكلمات المهمة جدا في الدرس الاول بمعنى كلمة تدريب هقول كو كي كوا كون طبعا دلوقتي يبدأ التدريب طبعا عندي كو ما او ماذا كي من كوا كو متى طب تعالوا نطبق المعنى لو جيت ربط المعنى مع الثلاث تسئلة هتلاقي النموات دي هي اللي تنفع معنا السؤال كون كومانس لانتريمان متى يبدأ التدريب وده الجزء بتاع ادوات الاستفهاية جميلة ميسو محمد ننتقل لبيج نومبر سيفن مع ميسيو محمد الويشي تفضل ميسيو سو سبور سجو 11 جوار مبدأين كده يا جماعة ده مش اللي بياخد اللي بياخد اللي بياخد ليه لانه هو مسبوب سو طالما مسبوب مش معناه يمارس او يلعب معناها تلعب او تمارس فاصبحت مبني للمجهول فطالما مسبوب بييجي بعدها ايه كان بيجي بعدها عدد لعيبة او جزء من اجزاء الجسم وفي الحالة دي مع اجزاء الجسم بستخدم ايه بستخدم حرف الجرد اقل متغير شكله اللي بيحاول الى او لو كان عضو الجسم المذكر على المؤنس وكذا طب هنا عندي سو جوي المفروض بيجي بعدها ا مع عدد اللعيبة واجزاء الجسم مع الوزيلة المستخدمة في اللعبة خلي بالك هنا في تكة علي قوي ايه كلمة 11 معناها 11 ده عدد لعيبة ناس تبدأ تفكر وتقول يا ميسيو ايه لا اونز بتبدأ بحرف متحرك فبالتالي انا هستخدم ايه a l طب حد يقولي طب ما يمسو كلمة جوارة اخيرا s كلمة جامعة فانا هختار a u x اقولك عدد اللعيبة يسبك بحرف الجر a ثابت ده يتغير ولكن حرف الجر a يتغير لو جي بعضه عضو من العزاء الجسم بعد كده انا معنى الجملة انا انا لا احب الرياضات الخطيرة نبدأين كده لو انت نفيت هتحول ايه هتحول امالي هميسو ده مش متحولة اقولك علشان كان فيه تعبير ثابت على بعضه كده بنحفظه في حالة النافي عشان ابلغ في النافي واكد في النافي بنفي الفعل بين البا ده النافي العادي ولكن الفعل اللي كانت بمعنى اطلاقا تعبير على بعضه فبالتالي ما تبصش لكلمة سباغ ان هيها جامعة انا كان عندي كان انا شكل منها كان الشكل الاولاني بمعنى اطلاقا كان في الشكل المفرد المذكر تمام عشان نمارس الباكس ده كان تعبير موجودة عندنا لما كلنا منتكلم عن ايه عن الوسائل المستخدمة في لعب اللعبة محتاجين ايه طيب كان استؤال طيب هنا عندك كان حرف الجر فيها يا جماعة ده سابت يعني يا ميسيو سابت سابت يعني يبقى ده يبقى ده حتى لو جيب عداء جامعة حتى لو جيب عداء حرف متحرك يبقى ده يبقى ده فبالتالي ويجي لي طبعا حرف ج حرف ساكن يبقى اكيد لو هتحل بالشبه هتختار التانية ولكن يا جماعة التعبير ده حرف جر ده حرف جر سابت فيه بأكد على المعلومة فبالتالي بأكيد الإجابة رقم C مبدئين كده انت كنت تخذت في سنة أولية سنوي أعضاء الجسم وكنت بتتسأل العنام بالسؤال انت بتتكلم انت بتسمع انت تطر فمياش أداة جديدة عندنا لكن هي في تالت سنوي مع درس الرياضات معناها تسأل عن الوسيلة المستخدمة في اللعبة طيب خلي بالك بماذا تمارس كرة البسكت لكن شفت إيلا حصل بماذا تمارس ولا بماذا تمارس كرة القدم ملاش معنى بماذا تمارس اللي ولكن لو كانت يبقى مع من أنت تلعب هتديني سجاية فاعل في الجملة تمام طيب بعد كده المفروض أنا عندي العاب رياضي فأنا المفروض الأول كنت بتديني الفعل زي مسلا ذهب الفائغ بياخد وأشكالها ذهب جوي بياخد وأشكالها الذهب بخاطي ك وأفعال بتاخد أدوات معرفة وأشكالها طيب هنا ميديني يا ميسيو أدوات معرفة لي طب ما هنا عندي اتنين ينفع هتقول لي ذهب جوي بياخد مش معايا ذهب بياخد مش معايا لكن افعالي ميول وفاق ببخاتيك ايه التالتة والرابعة تمشي. هقول لك ركز كده على الفاعل. هتقول لي ده ايوة. مالو? لو انا كتبت بعده ام هيبقى عندي حرفين متحركين. فطبعا ما ما ينفعش اتنين دو فيالي قابلوا بعض في الفرنساوي. فمش هنفع اختار ام برغم اني بتيجي بعدها ادوات تعريف. لكن لازم تبقى يبقى يبقى بعدها ام فعلا. وفي الحالة دي هستبعد بخاتيك. لكن لما تبقى الجو لازم استخدم بخاتيك هنا بشكل كبيري. جميل جدا يا ميسيو. ننتقل لبيتجي نومبر ايت. صفحة رقم تمانية. مع ميسيو محمد التراس. فضل يا ميسيو. سؤال اول بيقول لك اتو انتظر جو نقط ايد. هنا قبل ما نحل عايزين نفتكر. هو فرب ايدي. هل هو فعل عادي ولا فعل زود امرين. طبعا هو فعل ايدي. مفوض ان انت حافظه هو فعل عادي مش فعل زود امرين. هنا هقول له اتو انتظر جو نقط ايد. لو جينا مثلا. اختيار نمرو ايه. نمرو ا. اما ابستغاف. انا اساعد نفسي. لا. هتبقى اختيار رقم بي. انتظر جو تيد. انا اساعدك. وطبعا ما نفعش ايسا ابستغاف ولا الفو. لان فرب ايدي هو فعل عادي مش فعل زود امرين. جميلة بعدها. اتو اندي. جو نقط ايد. طب اتو اندي هنا مصرف الفعل مع الفو. بمعنى انتظروا. جو نقط ايد. هتبقى انا اساعدكم. هتبقى جو فو زيد. اختيار نمرو دي. جملة رقم تلاتة وتلاتين. ناس تركز بقى في الجملة دي. او جو دي اليوم جو نقط اكيتسيان. في دو على البستغاف. جو على البستغاف. جو او. في دو. الجملة دي شبيهة بجملة جاد في امتحان الازهر سنة الفين وسبعتاشر في الدور الاول. جملة كابتقول مونا نقط اكيتسيان مانتنا. هنا طالما فيه كلمة مانتنا. وانا عندي اكيتسيان من الالعاب اللي لا تمارس بالكرة ولا بالعصر. فهنا هختار فير بفير مش هختار فير بجوهة. نفس المثال اللي عندنا رقم تلاتة وتلاتين. او جو دوي اليوم جو نقط اكيتسيان. هتبقى في دو على البستغاف. ليه? لاني فير بفير وفير بجوهة مستغفين صح. كده كده. نمرو سي ونمرو دي مستغفين غلط مش هفكر فيه. في نمرو ا ونمرو بي. في نمرو بي عندك جوهة على البستغاف. هنا فير بجوهة اصلا بيجي مع الالعاب اللي تتمارس بدون انتظام ولا بتلعب بالكرة او بالعصر. لكن فير بفير بيجي مع كل الرياضات والتي بمارسها بانتظام. فهختار في دو على البستغاف. يبقى او جو دوي اليوم جو في دي انا امارس الفروسي. قولي اللي بعدها. افك لوات سو جو لباسكات. هتبقى افكي ولا افكو ولا افكوا ولا افكو. هنا هتبقى افكو بماذا سو جو لباسكات تمارس الباسكات. بعد كده. نستاذنك ميسي محمد. فصل قصير ونرجع تاني. فصل قصير ونرجع تاني. اعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة. يمكنك الان الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الاول كتاب المواد الادبية. ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ. الجغرافية. علم النفس والاجتماع. الفلسفة والمنطق. اللغة العربية. اللغة الانجليزية. اللغة الفرنسية. اللغة الالمانية. واللغة الايطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية. ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء. الكيمياء. الاحياء. الجولوجيا. الرياضيات. اللغة العربية. اللغة الانجليزية. اللغة الفرنسية. اللغة الالمانية. واللغة الايطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى. تبقى للنظام الحديث. تحت اشراف مستر احمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى. او التواصل مع ادارة البرنامج من خلال الرقم التالي. زير مية تلاتة وستين. ستة وخمسين. متين ستة وتسعين. تمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء. كنا منتكلم في الجملة رقم 34. الجملة اللي بعدها نقطة فو أمبالون بورفيرت دو فوتبال. هنا إيل ولا آل ولا آن ولا إيل افك أس. هنا دلوقتي هنختاره الاختيار رقم A اللي هو إيل فو. لأن إيل فو تعبير بمعنى يجب أن أو يلزم. وهنا نختار الضمياغ ايدن ده يعتبر تعبير أو فعل غير شخصي. فأول إيل فو أمبالون بورفيرت دو فوتبال. يلزم كرة كبيرة. وهنا نفتكر كان عندنا في الكرات كان عندنا أربع كلمات. كان عندنا كلمة بالاу ل четы cad رقم القدم كان عندنا كلمة قال الرقم trazSTR الصغيرة بتاعة التنس كان عندنا كلمة تول来了 القرى الحديدية بتاعة لاعتذرة الباطن وعندنا كلمة فولو pla appreciate 볼bul بالتنس ليل رجل في الجملة اللي بعديها يبقى كده الجملة اللي جمالها يبقى يبقى يلزم كرة للاعب كرة الإي القدم الصفحة اللي بعدها الصفحة رقم 9 ننتقل مع بعض الصفحة رقم 9 بيديو نومبر 9 مع ميسيو محمد الويش نبدأ بسؤال كده المواقف مبدأين كده أنت أكيد عارف أن المواقف بتحل بالفو في ثالثة سنوين يعني تبقى عارف أنه أنت طول دايماً بكوت في أولا و تانية كان المواقف عندك بالتوب أنت اللي بتقرأ السؤال ولكن اليل والقال بيبقى الطرف الآخر أو آي إن كان هو مين هنا بيديك السؤال بالفو الفو معناها مين معناها أنت مش معناها أنتم لأنه طبعاً تكبرت بقيت في ثالثة سنوين فبتعامل معاملة اللي احترام بيعملك أنك أنت كبير تمام ففو دو منضيق أفوت خو كوبا أنت بتسأل صاحبك أو بتطلب منه دو ديك خير صانو انتخينار بتطلب منه النواء إيه النواء يصف المدرد بتاعه فو ديت أنت تقول مبدئاً كده أنت الإجابة قدام عينك بس أنت مش شاف من غير ما تكرر اختراط ليه؟ لأنه قال لي فو دو منضي أنت بتسأل فو ديت أنت تقول فبتعامل محتاج سؤال النمرة الوحيدة اللي موجودة فين سؤال كله آخر بوان مع هذا السؤال رقم ثلاثة كيف يكون مدربك؟ هنا بسأل الجماعة عن الكاركتر الصفة تمام؟ صاحبك بيتكلم عن فريق المفضل هو هيقول طالما صاحبك بيسألك وهو هيقول صاحبك بيكلمك هو هيقول بقعيس إجابة يبدئاً كده السؤال رقم A كاليكيب انكوراجتو مش معاي يبقى اختار من P و C و D جانكوراج لكيب دو بارسلون أنا بشاجع فريق برشلون ولا لكيب دو فوتبول سو كمبوس دو 11 جوار الفريق كورتو قدر يمتكاون من 11 لايب ولا كاليكيب دو تست هنا بتتكلم اتفاقنا هو بتكلم عن فريق مفضل يبقى جانكوراج لكيب دو بارسلون طالب بعد كده فو دمانده أين سبورتيف كمبين دو فو إلسانتران إلدي يبقى إيجابة كله إيجابة تمام طب انت بسأل رياضي عن إيه كمبين دو فو كم عدد المرات اللي هو بيتمرن فيها فهو هيقول جمون تخينو كلوب دل مكان طبعا لانترانمان يتعدى 10 او التمرين الساعة عشرة طبعا دل معاد دي جولي جمون تخين بلو معناه أنا لأتمرن لما قد أتمرن أخر حاجة جمون تخين كاتروب بارسلون بأتمرن أربع مرات يوميا ودي الإيجابة نشوف مع بعض بيت جيلانبورتين صفحة رقم عشرة ميسيو محمد الطرس ففضل صار رقم أربعة بيقول لك هنا خلي بالك من فيغب سيم فورمي فيغب سيم فورمي فعل معناه يستعلم ويساوي يعني يسأل أو يطلب فهنا بيقول لك صاحبك بيستعلم هي هي يسأل عن الرياضة المفضلة أول حاجة هو بيستعلم عن الرياضة المفضلة لباباك إبا أنت لما تجي تجاوب يا إما تقول بابايا يا إما تقول هو فهنا هختار اللي جاب الرقم هو يعشق الباسكت تم عالدي في رقم ثلاثة بدأ ببابايا أو أبي بس أنا أقول لك مانبر مانسيت أفاق دي سباق بيا حسوني أو بيشجعي أن ألعب إيه رياضة لكن أنا عايز أتكلم عن رياضة هو المفضلة فهقول إلا دار لباسكت جملة رقم 5 فهو سببليكي أفاق دي سبار بو دي سبار بو دي سبار بو حضرتك أكسيبليك بتشرح أفاق دي سبار لأخوك بو حضرتك بتمارس رياضة بو دي سبار أنت هتقول طيب دلوقتي أنا هنا عايز أشعرح له إحنا ليه بنمارس رياضة تبتع نشوف الاختيار الأولاني بارسيكو لأن لسبار رياضة جيدة أو مفيدة للصحة الاختيار اللي بعده بارسيكو جوني با لطن لأن ليس لدي الوقت بارسيكو جوني تاست لسبار لأن أنا بكر الرياضة بارسيكو جوني لأن لم يعود أو ما عنديش وقت فاضي طبعا هنا هختار الاختيار الأول بارسيكو لسبار لأن رياضة جيدة أو مفيدة للصحة كيستيون روسيس الصورة 6 فوت رامي فوزانديك سون سبار نوتيك بريفري فوت رامي صديق حضرتك فوزانديك بيحدد لك سون سبار نوتيك وهنا هنقف شوية عن كلمة سبار نوتيك يعني رياضة مائية بتستويها كلمة أكواتيك برضو معناها رياضة مائية بريفري المفضلة هو هيقول هنا عندي كم رياضة مائية أصلا جاد في الاختيارات عندي الاختيار الثالث والأخير كيتسار وبلونش أفال بس 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 ينفع أسألك عن الرياضة المفضلة وانت تقول لي لا أحب أكيد طبعا لا فأختار الأخيرة جادار لابلونش أفال الاختيار الأخير جميل جدا ننتقل البيتج نمبر 11 صفحة رقم 11 ونشوف مع ميسيو محمد الوشيد فاضل ميسيو معناها جارك بيستعلم عن أو حول الأشياء التي تستخدمها التي تستخدمها لتفعل تنس عشان تمالي سعود التنس أنت هتجاوب عليه ركز صاحبة أو جارك بيستعلم عن الأشياء اللي احنا بنستخدمها عشان نمارس وانت ترد عليه يبقى جماعة كده رقم ورقم سيمش معايا ده اسألة أنا عايز إجابات عايز رد قدامي التنس يكون ردت المفضلة رقم 2 أنا بستخدم بال كرة صغيرة مضرب طبعاً نابس أني عن الاستخدام أو إزاي بلعب الرياضة بستخدم إيه التنس يبقى أكيد محتاج كرة صغيرة وي راكات وطبعاً كتب تتلاب فين كتب تتلاب في الكور ده تنس كلمة مهمة جداً خاصة بالمكان لما يسألنا على مكان ممارسة تنس بعد كده فو دو منضي أفتر بار أنت بتسأل فتر بار والدك اللي كتاس شان الفروسية سيكوا إهي اللي دي هيرد علي هيقولي سيتون كورس دو شوال سيتون كورس دو فيلو سيتون كورس أبي سيتون كورس لو حافظ معناها هتعرف أن دي معناها الفروسية الفروسية بيحتاج إيه أو ده سباق إيه فبعاً سباق حصنة حصان يعني إيه يبقى يكيد سيتون كورس دو شوال نميرو أين أول موقف طب بعد كده مبدأ مبدأين الفألة ده مهم زي مستر حمد طرس قال مهمة جداً بيجي في كل انتحنات كذلك أيضاً بمعنى يصف الوصف سواء كان الطاقس أو لعب أو أي حاجة بتوصف طيب أنت بتصف لعب الذي يمارس رياضة الإسكالاد هتقول إيه يبقى أنا أكيد هاصف اللاعب طب إيه لاتخاب له بالون هو بيلطحك بالكورة طبعا الإسكالاد محتاج إيه محتاج إيه محتاج إيه حبل طيب إيه الإسكالاد لامونتاني هو يتسلك الجبل فعلاً صح طب نكمل كده طبعا إجابة الرقم بيه ولكن نكمل الجملة نعرف كل رياضة بالتماس بإيه هو بالإيه بيعون في البصين طبعاً ده إحنا كده بنتكلم على إيه على السباحة هنا أنا أتكلم اللي هو بيمارس رياضة تمام نشوف مع بعض صفحة رقم 12 مع مسيو محمد طراصد فضلي مسيو كيستيرون روديس حضرتك بتستعلم كلمة ديوري هنا معناها المدة بتستعلم عن المدة تاعت التدريب لصديقات هو هيقول يبقى أنا كده عايز إجابة مش عايز سؤال فكده أنا هستبعد الاختيار رقم واحد واربعة أول حاجة التدريب بيكون الساعة هنا أنا ما قلتش المدة هنا أنا قلت الساعة بتاعت التدريب وتفرق لو جاي هو لو كان هو عايز يسأل كان هو لك متى يبدأ مثلا التدريب هنا هقول التدريب بيستغرق ساعتين اللي هو الاختيار رقم 3 سؤال اللي بعدي نمرا 11 انت بتستعلم عن دور المدرب زي ما خدنا في تانية سنوي جزء بتاع المهن وطبيعة عملها طبيعة العمل بتسوي كلمة دور المدرب هي هي طبيعة عمل وديت انت هتسأل يبقى انت بتستعلم وانت اللي هتقول يبقى انت عايز السؤال مش الإجابة يبقى السؤال عندنا هنا هتسأل رقم 2 لو كو في لانترينار ماذا يفعل المدرب كده أنا بسأل عن طبيعة عمله أو عن دوره كيسرون غدوز تستعلم يعني بتسأل عن الرياضة المفضلة لصديقك باندال ويك اند أثناء الويك اند الدي هو هيقول يبقى انت بتسأل وهو هيقول يبقى انت عايز إجابة يبقى انك هستبعد الاختيار رقم 3 عشان ده سؤال طيب سؤال الاختيار الأول جو في دو هانبال يدو فوتبال جو پاسد ويك اند افك مي كوبا كالسپورتو الكراتيك باندال ويك اند جونام پا دو تو لحوكي لبعنا كنا باكلم عن الرياضة اللي بلعبها في الويك اند يبقى ان اختار الاختيار الأول اللي هو جو في دو هانبال يدو فوتبال بيالعب كورت اليد أو كورت القدم جميل جدا ننتقل لبيت جو نمبر 13 ونزلست ون واخر صفحة ونشوف مع ميسيو محمد الويشي معناه انت بتستالم عن بداية فانت هتقول ايه هتقول لي محتاج سؤال طب ما اقول له اسئلة لازم تترجم لها بقى اول حاجة عندك ما تقومش بتقال عن بداية يبقى في اي ساعة طب ما انت عندك ثلاثة في اي ساعة في الاختراض ولكن تركز في الفعل المعناه اول حاجة في اي ساعة المطش ينتهي طبعا منفاش في اي ساعة نزل تتكلم على ايه بداية المطش اللي في اي ساعة يبدأ يبقى اكيد في اي ساعة يبدأ المطش ايدي الايجابة طب بعد كده لكن طبعا الربع انت بتبدأ التمرين في اي ساعة هنا انا بستعلم وانت هتقول فبالتالي بتقول المطش يبدأ انت ميش التمرين يبقى اكيد الياجبés هو رأس SAM طيب انت بتسأل صاحبك Vous demandez à votre ami de vous passer le ballon انت بتطلب من صاحبك ان هو يمرر لك الكورة فانت هتقول هتقول له ايه بتطلب منه مرر لك الكورة ترجم صح هتقول له passe moi le ballon مرر الكورة ولا passe vite le ballon ou gardien مرر الكورة والحرس ولا l'attaquant اللي بمعنى المهاجم من verbe attaquer l'attaquant passe lui le ballon ولا كس qui se passe ماذا يحدث مبدان كده و بتطلب منه مرر لك الكورة هتقول له اول point اول نقطة passe moi le ballon طيب Vous exprimez un soui à l'équipe égyptienne du football Vous dites انت بتعبر عن نصيحة او عن امنية لفريق الاهلي الفريق المصري الكورة الكورة فانت هتقول جيسبر جوية روم انا بفضل على فروما جو سويت اتر un footballer سيبرا انا باعتمنى اكون لعب مشهور جامك انا حب انت انك انت ترجع بالليل ولا انا اتمنى ان ارى الفريق المصري امودياني جاميل جدا يا ميسيو احسنت ميسيو محمد التراس في دقيقة كده لو عندك اي تساؤلات او تعقيب على الحلقة او تساؤلات للتروة تساوكي جواهد او الوقت ما اسعفناش ان احنا نشتغل كل التمارين ولكن احنا حاولنا بقدر الامكان احنا نلم النقطة المهمة بتاعة الوحدة الاولى طبعا هساعدكم في تكملت المراجعة على الوحدة الاولى والوحدة التانية كتاب مدارس على هوا اللي بيشمل كل الافكار حوالين النقطة المهمة في الوحدة الاولى او الوحدة التانية سواء كان من حيث الجرامير او من حيث الكلمات افكار بقى سهلة وافكار بسيطة وافكار لفة وافكار حوالين القواعد من كل الجهات افكار بتقيس التفكير والحفظ ومعرفة الكلمات والضراية بالاسئلة وازاي تحل عليها لان فكرة السؤال او السنواء العامة السنة دي مش مجرد هيديك الامتحال ولا كتفضل هات 40 من 40 لا طبعا هو عايزي ميز طالب عن طالب عايز طالب فاهم اكتر منه حافظ لذلك امتحال السنة ده هيكون اوبين بوك ده معناه ان مستوى صعوبة الامتحال هيزيد دي مش حاجة مستحيلة ولكن حاجة تدفعك نحو التمييز ونحو المذاكرة وازاي تنقي الكتب اللي انت هتذكر منها السنة دي بالتحديد عشان خاطر تنفي حوالين الافكار الجديدة وتكون انت طالب متميز عشان تحصل على درجة اعلى وتتميز عن باية اصدقائك في السنواء العامة وتقدر تحصل على الحلم اللي انت بتتمنى ان شاء الله وبالتوفيق لكل ابناء لطلبة الطلبات السنواء العامة واسزلتنا ودغيس اللغة في انسان شكراك ميسي محمد ميسي محمد لويش لو عندك اي رسائل سريعة في دقيقة بالزبط للطلبة بتاعتك هو مفيش جديد هو مبدئان كده احنا حابين بس ننوح ان المستشارة نزلت اه ريكورد الشركة المسؤولة على موضع الامتحان سنواء عامة السنواء الاول مرة الامتحان هيوضع من قبل الشركة حسب النظام الجديد كان دايما المستشارة او حد مصري بيشرف على الامتحان فكان الشركة مستائة من ان الامتحان ازاي اللغات التانية كلها بتتقفل كده بسهولة بغض النظر طبعا ان كان على النظام القديم كان في اه كان لك حق اتغلط في كل سؤال غالبا معادة سؤال ايه القطع ولكن في تعجب يعني المستشارة اعتقد هدفها ان هي توضح الفكرة ان الامتحان السنواء دي هيجي في شغل لا مش هيجي مباشر زمان تفاهم يعني هي لما تقول ان الشركة مستائة وازاي ان كل اللغات التانية بغض نظر فرنش اه اسمه دي اه عندك الاه اه الماني ايطالي اسباني وكل لغات اخرى ازاي بتقفل لأ ده 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 هي حتى كده الجملة المادة بتعترض اللي هي الشركة بتعترض بالزبط فاتمنى ان الناس تذاكر وتشد حلقة وتمنى التوفيق الجميل جميل جدا شرفتونا وحلقة من الحلقات الممتعة لانا استمتع بتحصيح بها معاكم وان شاء الله تمنيتنا القلبيا لكل طلدنا العزاء بالتوفيق والنجاح دايما شرفتونا شكرا اشتركوا في القناة